أهلاً وسهلاً أعزائي الطلبة في درس جديد من دروس اللغة العربية في فرع القراءة وبقصيدة جديدة بعنوان النخيل لنحدد معاً أولاً أهداف الدرس الهدف الأول تحدد أهم الأفكار الواردة في القصيدة الهدف الثاني تحليل أبيات القصيدة تحليلاً دقيقاً الهدف الثالث والأخير ابدأ الرأي في أسلوب الشاعر بصياغة وتعليل سليمين ننتقل الآن عزيزي إلى القصيدة واستمع جيداً لها النخيل نحن ربات المعالي باسقات في الهواء راسيات كالجبال صاعدات للسماء مطعمات في المصيف رطباً منا جنياً ذاخرات في الخريف للورى ذمراً شهياً كل ما فينا مفيد لا غناً للناس عنا نحن بالخير نجود ما بخلنا أو مننا ظلنا في الصيف يسري وعلى الرمل يطول حسبنا من كل فخر حبنا أرض الرسول والآن عزيزي الطالب بعد أن استمعنا إلى القصيدة لتحدث الشاعر عن ذكرنا ذلك في العنوان نعم عن النخيل والآن لننتقل إلى الفكرة العامة الصفات والفوائد الطيبة لشجار النخيل وسنرى ذلك بعد تحليل الأبيات الأبيات الآن ننتقل إلى معاني المفردات التالية أيضاً عزيزي الطالب يمكنك استخدام الإنترنت أو القاموس لاستنتاج المعاني مع المعلمة الكلمة الأولى الكلمة الأولى راسيات بمعنى ثابتات جنياً جنياً بمعنى لذيذاً لا غنى أو لا غنن بمعنى لا بد منه منن بمعنى نذكر بالعطاء والإحسان يسري بمعنى ينتشر أو يمتد ينتشر أو يمتد حسبنا بمعنى يكفينا والآن لننتقل إلى تحليل الأبيات البيت الأول نحن ربات المعالي باسقات في الهواء هنا تتكلم شجر النخيل وتصف نفسها وشكلها الخارجي بأنهن عاليات لارتفاع طولهن وتفتخر النخيل بعلوهن لأن العلو دليل على الفخر والمكانة العالية إذن هنا استخدم الشاعر أساليب وصور يبين لنا مكانة النخيل هنا ربات المعالي شبه النخيل بالسيدات التي يتطلعن إلى المكانة العالية أي هنا يردن المكانة العالية ننتقل للبيت الثاني راسيات كالجبال صاعدات للسماء أيضا هنا يصف الشاعر النخيل بصفات عدة وتستمر النخيل في وصف شكلها الخارجي فهي ثابتة غير مهتزة رغم ارتفاعها الشاهق وكأنها تصعد للوصول إلى السماء البعيدة العالية هنا يبين لنا صاعدات للسماء أي هنا يبين لنا العلو والرفعة للنخيل أيضا راسيات كالجبال أي ثابتات وقويات كالجبال فالجبال لا تتحرك بأي قوة كانت إذن هنا استخدم الشاعر أساليب وصور صور الشاعر النخيل بالجبال شبه النخيل بالجبل القوي الثابتي في مكانه أيضا ننتقل الآن للبيت الثالث مطعمات في المصيف رطبا منا جنيا مطعمات في المصيف ما المقصود بالمصيف؟ نعم يقصد الشاعر هنا فصل الصيف فصل الصيف مطعمات في فصل الصيف ومعناها أن النخيل تعطينا الثمار في فصل الصيف ماذا تعطينا؟ رطبا منا جنيا أي تعطينا جني ذكرنا معناها لذيذا جنيا ومعناها لذيذا أي هنا تعطينا النخيل في فصل الصيف الرطب اللذيذ هنا تعدد النخيل مكارمها وأفضالها الطيبة فهي في فصل الصيف يبدأ ثمرها أي الرطب في النضوج لتقدم أفضل وأطيب الثمر من منكم يحب الرطب؟ فهو مفيد الآن ننتقل إلى الصور والأثاليب مطعمات هنا شبه النخيل بالإنسان الذي يعطي الذي يعطي ومن الذي يعطي؟ نعم هو الكريم الذي يتصف بالعطاء إذن هنا شبه النخيل بالإنسان الكريم الذي يقدم الطعام أيضا هنا يستمر الشاعر في وصف النخيل لنا ننتقل الآن للبيت الرابع ونكمل التحليل ذاخرات في الخريف للورى ثمرا شهية هنا انتقل الشاعر من فصل الصيف لفصل الخريف ذاخرات في الخريف واستخدم كلمة ذاخرات أي حافظات أي تحفظ النخيل لنا ماذا؟ تحفظ لنا الثمر الشهي أي اللذيذ أيضا في فصل ماذا؟ الخريف هل يمكن للنخلة نفسها الاحتفاظ؟ لا طبعا الإنسان يأخذ الثمر منها في فصل الصيف ويقوم بتخزينه لفصل الخريف أو الشتاء أما في فصل الخريف فيستطيع الإنسان تخزين ثمر الرطب لبقية فصول السنة الأخرى حتى يستفيد منه للأكل ويتم ادخاره وتخزينه بطرق ووسائل كثيرة يجعله ثمرا أو تثليجه أي يمكن للإنسان استخدامه في الوقت الحالي أو في المستقبل بتثليجه والآن ننتقل معا للبيت الخامس كل ما فينا مفيد لا غنى للناس عنا إذن أيضا هنا تتحدث النخيل عن وفوائدها العديدة وهنا يقول الشاعر جميع مكونات النخلة مفيدة ويستطيع الإنسان استغلالها فهي توفر الطعام من الرطب ونستطيع استخدام سعفها وأوراقها وخشبها وغصونها لصناعة الكثير من الأشياء المفيدة في الحياة لذلك لا يستطيع الإنسان الاستغناء عن النخلة فهي شيء أساسي في حياتنا ننتقل الآن للبيت السادس وتستمر النخيل بالحديث عن أنفسهن نحن بالخير نجود ما بخلنا أو مننا هنا تتحدث النخلة عن نفسها أو جميع النخيل بالخير نجود الجود وهي الكرم أي نجود نعطي من غير توقف هنا ما زالت النخيل تتكلم عن صفاتها وفضلها فهي شجرة كريمة معطاءة تقدم الخير بكثرة دون بخل أو من إذن هنا استخدم الشاعر أسلوب وهو التضاد أي استخدم نجود وهي نعطي ونبخل أي هنا عكس نجود نبخل أي لا نعطي أو نمتنع عن العطاء وهنا يبين لنا كرم النخيل الغير متوقف ننتقل للبيت السابع ظلنا في الصيف يسري وعلى الرمل يطول ظلنا في الصيف يسري وعلى الرمل يطول أي هنا يقصد به الظلال الظلال ماذا نستفيد أعزاء الطلبة من الظلال؟ نعم يحتمي الإنسان والحيوانات والطيور بظلال النخيل والشجر لكي يحتمي من أشعة الشمس إذن هنا ظلنا في الصيف يسري أن ينتشر تعطينا النخيل الظلال وعلى الرمل يطول أي هنا يبين لنا مدى عطاء النخلة وما زالت فوائد النخلة كثيرة فالنخلة طويلة وعالية لذلك ظلها ممتد على الرمال فيستظل بها الإنسان خاصة في فصل الصيف وأيضا كما ذكرنا المخلوقات الأخرى لأن ظلها يحمي من الحرارة الشديدة هنا يبين لنا أيضا استمرارية عطاء النخيل للإنسان والحيوان في الحياة وننتقل للبيت الثامن حسبنا من كل فخر حبنا أرض الرسول هنا الفخر ومعناها الاعتزاز حبنا أرض الرسول وهنا المقصود به مكان الرسول أي تنتشر النخيل في أرض الرسول أين تقع أرض الرسول؟ نعم في المدينة المنورة أي تنتشر النخيل وتفتخر بمكانها في أرض الرسول أيضا تنتشر في جميع بقاع العالم وهنا تختم النخلة حديثها بأنها يكفيها فخرا وعزة أنها تنبت في المدينة المنورة وهي أرض الرسول الأمين بكثرة فوجودها في أرض الرسول دليل على حب تربة أرض الرسول لها إذن هنا استخدم الشاعر أسلوب وصور في حبنا أرض الرسول أي شبه النخيل والأرض بالناس الذين تربطهم علاقة محبة ويبين لنا هنا مدى فخر وحب النخيل لأرض الرسول ونبتها بكثرة هناك والآن عزيز الطالب لننتقل إلى الأنشطة أجيب عن الأسئلة الآتية في ضوء فهم النص السابق أي القصيدة أذكر معنى كل مما يلي ثم أضع الكلمة في جملة توضح معناها الكلمة الأولى يسري جنيا وحسبنا حاول عزيز الطالب تذكر هذه الكلمات معاني هذه الكلمات والآن لنرى إجابتك يسري معناها يمتد أو ينتشر يمتد أو ينتشر جنيا ومعناها لذيذا أو شهيا والآن ضع لي هذه الكلمات في جمل تبين معناها لك دقيقتان ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة والآن عزيزي قيم نفسك هل وضعت الكلمات في جمل مفيدة تبين معناها؟ لنرى معاً يسري الضوء في الفضاء يسري الضوء في الفضاء أي يمتد وينتشر الضوء في الفضاء الجملة الثانية يأكل الصالحون ثمراً جنياً من أشجار الجنة والآن ننتقل للسؤال الثاني أكتبوا المطلوبة في الجدول الآتي ضد صاعدات ضد صاعدات أي عكس صاعدات ضد صاعدات هاويات أو منخفضات أكس صاعدات أي مرتفعات هاويات أو منخفضات ننتقل للكلمة الثانية مفرد مطعمات مفرد مطعمات هنا مطعمات جمع أريد منك عزيز الطالب مفردها مطعمة 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 وهي مفرد مطعمات أي هنا النخلة أي نخلة واحدة مطعمة والنخيل مطعمات أي جمع ننتقل الآن للسؤال الثالث ذكرت النخلة صفات كثيرة تتميز بها بعضها صفات خارجية لشكلها وبعضها صفات لطبعها اكتب اثنتين من الصفات الخارجية واثنتين من الصفات الداخلية قبل ذلك عزيز الطالب حاول أن ترسم النخلة لنرى معا الصفات الخارجية لها لنرسم ذلك لكي تتخيل عزيز الطالب صفات النخلة فكر قبل الإجابة لنرى الإجابة معاً الصفات الأولى للنخيل عاليات ومرتفعات أي النخيل طويلة فهي عالية ومرتفعة ممتاز أيضاً ماذا تعطينا؟ تثمر الرطب في الصيف أي تعطينا هنا الرطب أيضاً تستطيع أن تعطيني أيضاً صفات خارجية أخرى نستفيد أيضاً من سعفها أحسنت ننتقل الآن للصفات الداخلية من خلال القصيدة كريمة ومعطاء كريمة ومعطاء تعطينا بكثرة وتعطي ثمرها دون من أي لا تنتظر رد الجميل من أحد أحسنت عزيز الطالب على الإجابة والآن ننتقل للسؤال الرابع في أي فصل تثمر النخلة؟ وكيف يستفاد من الثمر في بقية الفصل؟ ذكرنا ذلك مسبقاً فكر في ذلك لك دقيقة واحدة ترجمة نانسي قنقر لنرى معاً إلى متى وصلت؟ نرى معاً إلى متى وصلت؟ ن religious تثمر في فصل الصيف الرطب تثمر النخلة في فصل الصيف ممتاز وكيف يستفاد من الثمر في بقية الفصول يمكن تخزين الرطب بوسائل عديدة باستخدامها في المستقبل الآن ننتقل إلى النشاط التالي سنحلل معا أحدد الفكرة العامة لأبيات القصيدة حدد عزيز الطالب الفكرة العامة التي توصلت إليها من خلال شرح الأبيات مسبقا ولك دقيقة واحدة ترجمة نانسي قنقر والآن عزيز الطالب لنرى إلى متوصلت صفات النخلة وفوائدها الغذائية والطيبة والآن ننتقل للسؤال الثاني راسيات كالجبالي وضح التشبيه في العبارة السابقة ثم أعلل وجه الشبه أي هنا وضح لي عزيز الطالب التشبيه شبه الشاعر من بمن في العبارة السابقة واذكر لي سبب ذلك لك دقيقة واحدة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة شبه الشاعر النخيل بالجبل القوي شبه الشاعر النخيل بالجبل القوي الثابت في مكانه لماذا؟ وذلك ليبين قوة النخلة وشدتها ننتقل الآن للسؤال الثالث أنثر البيتين الثالث والرابع من القصيدة بأسلوب الخاص أنثر أي حاول شرح أبيات القصيدة الثالث والرابع بأسلوبك أنت الخاص لك دقيقتان ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة والآن قيم اجابتك هل توصلت الى مثل المعنى المعروض ام لا تعدد النخيل مكارمها وافضالها الطيبة ففي فصل الصيف يبدأ ثمرها الرطب في النضوج لتقدم افضل واطيب الثمر اما في فصل الخريف فيستطيع الانسان تخزين ثمر الرطب لبقية فصول السنة الاخرى حتى يستفيد منه للأكل ويتم ادخاره وتخزينه بطرق ووسائل كثيرة يجعله ثمرا او تثليجة احسنت عزيزي متأكدة انك وصلت الى مثل المعنى والآن ننتقل للسؤال الرابع اكدت النخيل في البيت الخامس ان كل ما فيها مفيد واضح ذلك انتقل عزيزي الطالب الى البيت الخامس ووضح لي ذلك والآن لنرى معا الاجابة جميع مكونات النخلة مفيد ويستطيع الانسان استغلالها فهي توفر الطعام من الرطب ونستطيع استخدام سعفها وأوراقها وخشبها وغصونها لصناعة الكثير من الاشياء المفيدة لذلك لا يستطيع الانسان الاستغناء عن النخلة فهي شيء اساسي في حياة الانسان والآن ننتقل اعزاء الطلبة الى النشاط الختامي والاخير حسبنا من كل فخر حبنا ارض الرسول حسبنا من كل فخر حبنا كل الكون هنا عزيز الطالب اختار التعبير الاجمل ثم اعلل سبب اختياري ايذكر لي السبب الذي جعلك تختار احد هذه العبارتين انتبه عزيز الطالب الى التعبير الاقوى والآن قيم نفسك الخيار الاول حسبنا من كل فخر حبنا ارض الرسول الخيار الاول لان الشاعر ربط النخلة بالجانب الديني فهي حبيبة ارض الرسول اي المدينة المنورة وهذا يجعل منها محبوبة من الجميع السبب الثاني ان اراض الكون ليست جميعها مهيئة لزراعة النخيل فهي تحتاج الى بيئة خاصة لزراعتها فهي مرتبطة بالبلاد العربية اكثر والآن نشاط ختامي اخير اراد اخيك ان يزرع شجرة تفاح بينما اردت ان تزرع بدلا منها شجرة نخيل اكتب الاسباب التي ستقنعه انت بفكرتك اي ستقنع اخيك انك تريد زراعة النخيل بدل شجرة التفاح والآن لنرى معا اسبابك هل هي مشابهة؟ السبب الاول بيئتنا وطقسنا مناسبان اكثر لزراعة النخيل السبب الثاني استغلال شجرة النخيل اكثر من التفاح فاذا كنا سنجني تفاحا فقط من شجرة التفاح فان شجرة النخيل نستفيد من اوراقها وثمرها وغصونها في صناعة الكثير من الادوات اذا فائدة النخيل اكبر واكثر من شجرة التفاح السبب الاخير شجرة التفاح تحتاج كمية او كمية مياه اكبر من النخيل وصلنا عزيز الطالب الى ختام درسنا لليوم اتمنى منك الاستفادة ونلقاك في درس جديد موسيقى شكرا